اشتركوا في القناة عبداللطيف رحال على حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها السادسة تحت موضوع الرقمنة جسر نحو الجزائر الجديدة. وجرى حفل التتويج بحضور الوزير الأول عبدالعزيز جراد ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين السامين. إلى جانب عدد من الإعلاميين. حفل تسليم الجوائز ميزته رسالة رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون إلى أسرة الإعلام. والتي أشاد فيها بالماضي المشرف لهذه المهنة ومستقبلها. مؤكدا أن المناسبة هي موعد للعرفان بنضالات الرعيل الأول من الإعلاميين. معتبرا أن الصحفيين يعيشون اليوم مرحلة فارقة. بفضل تنوع وتطور محتويات وأشكال وسائل الإعلام والاتصال. التي تفتح مجال الإبداع واسعا باستخدام الرقمنة والوسائط الإلكترونية. التي وللأسف الشديد يوظفها البعض لأغراض تنوء عن شرف الإنسان وتجانب أخلاقية المهنة. وأمام هذا الوضع بات من الضروري التفكير لاستحداث الآليات الكفيلة بتقنين وتأثير أساليب العمل للمستجدة في عالم الصحافة. رئيسه الجمهورية أشاد في رسالته بقدرات المؤسسات الناشئة على الإبتكار والعزم على المساهمة في تطوير الجزائر بمهارات شبة من الجنسين. مضيفا بأن وثيقة مشروع الدستور المعروضة للتصويت يوم الفاتح نوفمبر. مع كل ما يحمله هذا اليوم من رمزية ومن ثقل تاريخي. يذكر الأعداء بصلابة الجزائريين ووطنيتهم. وتعزز ثوابت الأمة ومقاومات هويتها غير القابلة للانفصام ولا للمزايدات. لأجل ما تقدم يضيف السيد رئيس الجمهورية. نأمل في تزكية الشعب بقوة لهذه الوثيقة النوفمبرية. والتي ستكون بمثابة لبنة أساسية في صرح بناء جزائر جديدة. هذا وتم بالمناسبة تتويج والفائزين في فئة الصحافة المكتوبة وفئة الإعلام السمعي وفئة الإعلام التلفزيوني وفئة الإعلام الإلكتروني. ففي فئة الصحافة المكتوبة نالت ليلة زرقيط من يومية الجمهورية الجائزة الأولى عن تحقيق الرقمنة حجر الأساس لجزائر الغد. فيما توجى صحفيان اثنان من القناة الإضاعية الأولى بالمرتبة الأولى عن فئة الإعلام السمعية. وهما عبد النصر كاسح لعور عن موضوع كورونا تفرض التباعد وتبعث والتواصل الرقمي. وكذا أحمد أمين حران عن موضوع رقمنة الإدارة إزالة البيروقراطية. أما في فئة الإعلام التلفزيوني فقررت لجنة التحكيم حجب الجائزتين الأولى والثالثة. فيما تم منح الجائزة الثانية للصحفية من التلفزيون الجزائري أمال مرير عن برنامجها الثقافة في زمن الكورونا. وعن فئة الإعلام الإلكتروني فتم تتويج حسام الدين فضيل من الشروق أونلاين بالجائزة الأولى عن موضوع رقمنة القطاع الصحي بوادر الجزائر الجديدة. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لصحفية نسرين ربحي من إذاعة القرآن الكريم عن موضوع الرقمنة جسر الجزائر الجديدة. الوزير الأول عبدالعزيز جراد على هامش حفل تتويج الفائزين بجائزة رئيسي الجمهورية للصحفي المحترف أكد أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل يمنح الصحفيين حرية أكبر للتعبير. كما عبر عن أمله في أن يمكن مشروع تعديل الدستور من الوصول إلى صحافة حرة تمكن الصحفيين المحترفين من تطوير وجهات نظرهم وتحليلاتهم مع احترام أخلاقيات المهنة. أعلنت سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس أنها وافقت على 17 طلب اعتماد مؤقت من بين 25 من قبل وسائل إعلام أجنبية أبدت رغبتها في تقطية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ليوم الفاتح نوفمبر 2020. وجاء في بيان للسلطة أنها اتخذت كامل التدابير اللازمة لتسهيل أداء الفرق الإعلامية المعتمدة في مهام تقطية مجريات الاستفتاء. صحيا الآن وبخصوص تطورات الوضعية الوبائية في البلاد سجلت أمس 266 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 55 350 حالة مؤكدة في حين تمثل للشفاء 38618 من بينهم 136 حالة تمثلت أمس للشفاء. فيما سجلت أمس ثمان وفيات ليصل العدد الإجمالي إلى 1888 وفاة رحمهم الله شرق أوسطي نفذ طيران والاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس غارات جوية على مواقع ومنشآت تابعة لحركة حماس بخان يونس ومخيم النصيرات جنوب ووسط قطاع غزة وذلك دون الإبلاغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين منظرة تلفزيونية محتدمة أمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن قبيل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية الحاسمة المنظرة التلفزيونية اتسمت بتبادل التهم بين دونالد ترامب الذي يطمح لعهدة ثانية وجو بايدن الذي يحلم بإعادة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض حيث اتهم ترامب بسوء التسيير في التعامل مع جائحة كورونا فيما اتهم الأخير غريمه جو بايدن بظلوعه في قضايا فساد هو وعائلته تتجه عديد الدول الأوروبية إلى توسيع حزامها الوقائي سعيا منها إلى مواجهة الموجة الثانية من جائحة كوفيد 19 فمن فرنسا إلى إسبانيا مرونا بإيطاليا وألمانيا كل المؤشرات بات لونها أحمر فرنسا لوحدها سجلت خلال الساعات الماضية أزيد من 42 ألف إصابة مما دفع بالحكومة الفرنسية لتمديد حظرها للتجوال على 38 منطقة بداية من اليوم وسيستمر لمدة 6 أسابيع ويكون ساريا من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا نهاية الموجز شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء أترككم في أمان الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم